اشتركوا في القناة والضفر والعقد ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 41 دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر اليوم هو في برج الدلو وبما انه في برج الدلو معنته من الشعور الان جميع الابراج انه بحاجة مسلة تغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية من كون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بهاي الفترة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسعنا تازي صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية الاقتران السلبية ما بين القمر وما بين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش طبعا هاي زاوية تأثيرها طول اليوم من ساعة الصباح او الفجر تقريبا لغاية تقريبا المساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة و 47 دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة ثنتين وعشر دقائق عصرا برضو هذول الزاوية كلها تأثيرها طول النهار من واجه مصاعب عراقي لبتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقرد بعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار اليوم في عنا خلوق المسار رح يبدأ يعني اليوم ورح يستمر طبعا لها يوم في صباح يوم الثلاثاء فخلوق المسار رح يبدأ ساعة ثنتين وعشر دقائق عصرا من عصر اليوم الاثنين ورح يستمر حتى ساعات صباح يوم تسعة وعشرين ثلاثة اللي هو يوم الثلاثاء الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار في عنا زاوية كنا نذكرها اللي هي زاوية الاقتران السلبية بين الزهرة وبين زحل هي طبعا تأثيراتها من يوم ستة وعشرين ثلاث ولكن مستمر تأثيراتها لا يوم واحد وثلاثين ثلاث اليوم ذروتها يعني الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتصير ذروت هاي زاوية وقوتها طبعا تنقطع العلاقات العاطفية ضعيفة لغير رجعة يعني بصير فيه نوع من انواع القطع للعلاقات باي سبب كان ممكن اسباب تافه جدا تكون طبعا بالنسبة لدوليا هي بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي والمنتوجات مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة وصناعة الحرفية بسبب الاهمال والتكاسل اللي رح يغلب على موظفي هذا القطع وبيقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك برضو رح تعرف نوع من انواع الاطرابات في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير ورح يعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبطل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس اكثر للتحفظ وبيزيد التزام الناس وتقييدهم بالتقاليد والاعراف الاجتماعية بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي هي بطة الساق والكاحل والساق ووتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى طبعا اليوم باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل ولكن لا يوصى بعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا يصلح لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا اليوم مناسب ما في اي مشاكل يعني تقريبا الاوضاع جيدة ممكن تظهر بعض الاعراض الخفيفة بان دول اللي حاله يفي بالغرض بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 22.46 دقيقة صباحا بيصبح 26 يوم نسبة الاضاءة بتصير 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 20.04 طبعا سعيدة بنسبة 60% القمر في الدلو حتى يوم 29.03 منتحس بنسبة 50% ولكن مع ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الحمل حتى يوم 11.04 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو حتى يوم 5.04 منتحس بنسبة 60% المريخ في الدلو حتى يوم 15.04 منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اهتمام بأمور المناسبات الاجتماعية حاولوا أنك تطلب المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينكم وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين وحاولوا أنك تخرجوا للقاء الناس طبعاً فرص المكاسب أكثر رح تكون بالفرص الاجتماعية والعلاقات برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكوا تقدموا أفضل ما عندكم لأنه اليوم ممكن تحققوا إنجاز أو تحرزوا بعض التقدم في مجال معين بتظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم إنكم تكونوا على قدر المسئولية فترى فيها صعوبة لأنه هذا يعتبر بيت السمعة فبيضعكوا في بعض الامتحانات برج الجوزة بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو دورة دراسية أو امتحانات دراسية وكلها ممتازة وبتشتد رغبتكم برضو في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل وممكن تتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعادين برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة فما فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو ديون قديمة برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهاي فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا هي جيدة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ولكن من سلبيات هذه المرحلة لأن القمر مقابلك تماما ما بينفعك أنك تنفعل بالفترة هاي وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فحاولوا إنجاز فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك فاليوم بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحدكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم حاولوا أنك تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا أنك تأخذوا قسطوا من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيدوا من خلالها إشراقتكم وبتسحروا الكثيرين بحضوركم الباهر الجو مناسب لتلبيت الدعوات وباستطاعتكم المبادرة في الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة والعاطفة والحب وممارسة هواية وبرضو لتكرار المحاولات ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبرضو اليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون من بعض أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو مناسبات أو موضوع معين يتعلق بالمنزل والعائلة أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقات الأحبة ممكن تقلق حول أو بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو في بعض المصاريف الإضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن اليوم يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبرضو بتتمتعوا اليوم بسرعة بديها وسرعة خاطر وقدرها على الإقناع وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة برضو اليوم ممكن تحصلوا على فرصة جديدة لتفسير مشاعركم وتبرير مواقفكم وبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعلجوا استحقاق مالي أهم شنكو ما تتصرعوا بتوظيف الأموال بل دقيقوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما هو بتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ جدا فأهم شينكو تتفائلوا وتسعوا وتكرروا المحاولة برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم اليوم انكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وبتحققوا نجاح باهر برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم بكرة يعني يوم الثلاثاء من ساعة الصباح لأجواء بتصير أفضل ولكن اليوم بتكو تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمروا من تأخير أو صوت فاهم أو التباس فعشان هيك بتكو تحاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق إنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط بتقدروا برضو تنظموا أموركم واتضعفوا مجهوداتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء